السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن ودائما جديد الأخبار الحصرية فقط بدعمكم المتواصل نحن مستعدون لتقديم الأفضل دائما وحتى العطيل عليكم نبدأ دائما حلقتنا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي تعلن القضاء على الرئيس ماكرون قالت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المنتمي ليمين المتطرف في فرنسا يوم الأحد إن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون قضي عليه تقريبا خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تقدم فيها حزبها بحصول على نحو 34% من الأصوات وقالت لوبان التي انتخبت نائبة عن دائرتها في جمال البلاد إن الفرنسيين أظهروا إرادتهم لطي صفحة سبعة عوام من حكم الازدراء والتعاكل للرئيس إيمانويل ماكرون دعية الفرنسيين إلى منح حزبها التجمع الوطني الغالبية المطلقة إلى ذلك تصدر اليمين الفرنسي المتطرف بقيادة جوردان بارديلا الأحد بفارق كبير نتائج الدور الأولى من الانتخابات التشريعية التاريخية في فرنسا وقد يصل إلى الحكم للمرة الأولى في ظل الجمهورية الخامسة وفق تقديرات أولى لمراكز استطلاع الرأي وبحصوله على ما بين 2.34 و 5.34% من الأصوات تقدم التجمع الوطني وحلفائي على تحالف اليسار الجبهة الشعبية الوطنية التي حصد ما بين 28.5 و 29.1% من الأصوات فيما حل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الثالثا بـ 20.5 إلى 21.5% في هذا الاقتراع الذي شهد مشاركة كثيفة أما الجمهورين يمين الذين لم يتحالفوا مع اليمين المتطرف فنالوا 10% والتوقعات الأولى لعدد المقاعد في الجمعية الوطنية تشير إلى التجمع الوطني وحلفائي سيحصدون غالبية نسبية كبيرة وربما غالبية مطلقة بعد الدورة الثانية المقررة على أحد المقبل وفي وقت سابق الأحد بدأ الفرنسيون لإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تشهدها البلاد وسينتخب الفرنسيون 577 نائبا لدورة تشريعية مدتها 5 سنوات ويبلغ تعداد سكان فرنسا 68 مليون و 400 ألف نسمة بينما عدد من يحق لهم التصويت في البلاد 49.5 مليون ناخب المغرب يستضيف حفل إعلان ملاعب نهائية كأس العالم 2030 كشفت تقارير إعلامية أن اللجنة الثلاثية المشتركة لكأس العالم 2030 المقررة إقامته في المغرب وإسبانيا والبرتغال قررت عقد اجتماع حاسم في مدينة أدادير خلال الشعر المقبل يوليوز يتخلله الإعلان الرسمي عن الملاعب العشرون التي تصدف مباريات المونديل بينها 11 ملعبا في إسبانيا و 6 في المغرب و 3 في البرتغال واستقرت إسبانيا على 11 ملعبا لاستضافة مباريات المونديل ويتعلق الأمر بسانتياغو بيرنبيو وكامبنو وإسبانيول وسان ماميس وريال أرينا ولا كارتوخا وميتروبوليتانو ولا روماريدا ولا روزاليدا وغرانكاناريا وريازور في انتدار الموافقة عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وفق ما ذكرته صحيفة مركع الإسبانية وأوضح موقع العربي الجديد في تقرير له أن باقي الملاعب متوزع بين المغرب والبرتغال إذ رشحت المملكة المغربية 6 ملاعب وهي المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط والملعب الكبير في أقادير ومركب فاس والملعب الكبير في مراكش والملعب الكبير في طنجة إضافة إلى الملعب الكبير للدار البيضاء الذي سيشيد بطاقة استيعابية تصل إلى 115 ألف مقعد في حين رشحت البرتغال 3 ملاعب فقط وهي دالوز أرنلور في برنفيكا والتنين دراجون الذي يملكه نادي بورتو وخصي الفالاندي في ليشبونة وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني لكلة القدم استبعد ملعبين من القائمة الأولية التي كانت تضم 15 ملعبا بانتبارهما لا يستجيبن المعايير المحددة من طرف الاتحاد الدولي لكلة القدم فيفا وهم ملعب مرسيا وخيخون في وقت لم يقرر بعد بشأن ملعبي ميستايا في فالنسيا وبلايدوس في مدينة فيهيغو وأكدت تقرير ذاته أن الملعب المعربية المرشحة لاستضافة مباريات كأس العالم ستخدع للمعاينة الدقيقة من طرف فيفا بمجرد الإعلان الهيائي عن هويتهما الرسمية وذلك لمعرفة مدى استجابتهم لشروط احتضان مباريات هذه البطولة العالمية وبعد ذلك الموافقة على التنظيم المشارك للبلدان الثلاثة لبطولة كأس العالم 2030 خلال الشماع الاتحاد الدولي لكرة القادمة في سويسرا الشهر المقبلة الموت يفجع عبدالله فركوس فقد الفنان المغربي عبدالله فركوس مساء يوم السبت شقيقي علي تكونة إثر سكسة قلبي أنت حياتها وجعلت الحزن يخيم على عائلتها وأفادت مصادر إعلامية محلية بمدينة مراكش أن الفقيد كان يمارس مينة الجزارة ضمن مشاريع شقيقي عبدالله المعروف في الوسط الفني بعبدالله فركوس وكان سندا له في الميدان الفني إذ رافقوا إلى مجموعة من العروض الفنية المسرحية وعبر عدد من الفنانين أصدقاء فركوس عن تعزيم الحر للفنان الكوميدي المراكشي عبر تدوينات على مواقع التواصل الاشماعي فيما ترحم الجمهور على الراحل عبر تعاليق وتمنوا الصبر والسلوان لفركوس وعائلتها رئيس موريطانيا يعلق على اقتحام إصابة البوليزاريو أراضي بلاده لضرب المغرب بعد أيام قليلة من انتشار أخبار تفيد اقتحام مجموعة من العصابات المسلحة التابعة لجبهة البوليزاريو الانفصالية لأراضي الجمهورية الإسلامية الموريطانية على مستوى الشمال من أجل ضرب المغرب خرج رئيس موريطانيا محمد أولد الشيخ الغزواني للتعليق على الحادث وتحدث الرئيس الغزواني خلال حملته الانتخابية عن أحداث شمال بلاده دون ذكر إصابة البوليزاريو بالإسم حيث قال نحن لن نتساهل مع أي مصدر يشكل تأديدا لحوزة موريطانيا ترابية أو يحاول التسبب في زعزعة أمنها واستقرارها وكدى رئيس موريطانيا أنه لا يجوز التقسير أو التساهل مع التجاوزات التي لا تحترم حوزة موريطانيا ترابية مشيرا إلى أنه بفضل الدبلومازية المتوازنة التي اتبعها أصبحت موريطانيا صديقة لكل دول الجوار كما أصبحت لا علاقة قوية بجميع الدول في إشارة إلى التوازن في العلاقات ما بين المغرب والجزائر يشار إلى أن وسائل إعلام موريطانية كشفت قبل أيام أن عناصر من جبهة البوليزاريو المسلحة تسللت إلى شمال الأراضي الموريطانية على مستوى حدودها مع المملكة المغربية من أجل ضرب مواقع مغربية مشيرة إلى أن الجيش الموريطاني تحرك من أجل التدخل لإخراج العناصر المسلحة من أراضيها الفنانة لطيفة رأفة توضح بخصوص تعرضي لانهيار عصفي نفت الفنانة المغربية لطيفة رأفة ما راجى من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرضي لانهيار عصبي وأنها تخضع لجلسات علاج نفسي مؤكدة أنها تتمتع بصحات جيدة قالت الفنانة لطيفة رأفة في فيديو شاركت مع متابعي على حسابي الشخصي بالإنستجرام يذكر أن الفنانة المغربية لطيفة رأفة أحية الأسبوع الماضي أولى حفلات ميراجان موازين في دورتها 19 و3 خشبت منصة سالة حاملة نجمة المغرب وافتتحت حفلة بأغنية يبلد إيشي للفنان المغربي محمود الإدريسي عبتانا ما تندرش الديركت تعرفوني لكن الديركت لهذا كليتو يقولوا لطيفة مريضة ونجا نهير عصبي ما عندي جلسات ما عندي تحاجة أنا عمري ما عندي شي جلسات ما يقولون عندي جلسات مع الناس لدعيتهم لحدتهم شكاية ما أنا ما عندي تشي جلسات ما عندي ولو الحمد لله بخير وعلى خير مفجأة قريبة بالليلة تبكوا في استوديو الحمد لله المغربة هم معي هنا كي يشوفوني كي يتصوروا معي والله أنا بغيت نطمن غير الناس اللي كيتبعوا بعد صفحة حتى فيها اللي ما عندها شغل غير لطيفة ما شاء الله القصرة الملكية يأسف لنشر صور غير صحيحة للراحلة الأميرة لللطيفة في مواقع التواصل الاشيماعي ويدعو لمراعاة حداد الأسرة الملكية عبرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسم عن الأسف لكون الصور التي نشرت في مواقع التواصل الاشيماعي ونسبت إلى والدة الملك محمدين السادس المرحومة لللطيفة حقيقية وكاذبة دعية المواطنين للحيط والحضارة ومراعاة ظروف الحداد التي تعيشها العائلة الملكية وفيما يلي مص البلاغة على إثر الإعلان عن وفاة صاحبة السمو الملكية الأميرة لللطيفة تغمضها الله بواسع رحمتها تمت ملاحظة الاستعمال المؤسف وغير المناسب في وسائل التواصل الاشيماعي غيزوسوسيو لصور غير حقيقية وكاذبة نسبت لسمو الأميرة الراحلة لذا ندعو جميع المواطنين لاحترام القوانين ذات الصنة ومراعاة ظروف الحداد التي تعيشها الأسرة الملكية الشريفة وإن لله وإن إليه راجعون بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله إلى اللقاء شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة